أنمار رشيد إليك الدور هذا التعليق لتصحيح الأخطاء وأخذ ملاحظات لجنة التحكيم تفضل كورم العوبة لمنتخبنا الوطني طبعا المباراة اللي تجمع منتخبنا الوطني بمواجهة الإمارات المباراة الودية التي كانت في ملعب الوصل استاذ زعبيل المباراة لمنتخبنا الوطني كورم العوبة ريبين سولاقة علعب الكرة منتخبنا الوطني بمواجهة المنتخب الإماراتي الشقيق المنتخب الإماراتي صاحب لقبعي في كأس الخليج وتواجد منديالي واحد في 1990 أمام وسود الرافدين صاحب كأسين للخليج وتواجد منديالي في 86 الكرات المتناقلة في منطقة منتخبنا الوطني علي عدنان كابتن منتخبنا الوطني المباراة المئوية للكابتن أحمد إبراهيم مدافع القوة الجوية ومدافع منتخبنا ملعوب الكرة راحت رمي التماس للمنتخب الإماراتي هذا الإمام هذا حارس مرمى منتخبنا الوطني الحارس جلال حسن رمي التماس للمنتخب الإماراتي خمس دقائق أولى منتخب الإمارات في ملعبة يواجه منتخبنا الوطني المباراة التي كانت من المفترض أن تكون في ضمن بطولة رباعية بمشاركة المنتخب الإيسلندي والمنتخب الكونغو عادة الكرة طار المدافعين منتخب الإماراتي مهند مهند العلزي يمشي بالكرة شكرا أنمار خلص وقتك تفضل الآن نستقبل عباس الزرقاني كرة تعود الآن في المنتصف لمصحة المنتخب الإماراتي كرة عالية 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 داخل منطقة الجزاء ولكن سهلة بأحضان حارس المرمى جلال حسن لتعود الكرة في بر الأمان جلال حسن والعودة مرة أخرى لحماية عرين المنتخب الوطني كرة عالية في المنتصف لمصحة كايو التمرير الاستقبال عن طريق تيغاني عودة مرة أخرى لمصحة دفاعات المنتخب الإماراتي ونقلات في خط الدفاع للحفاظ على المستوى وإيضا انتصاص حماس المنتخب العراقي النقلة والاستلام عن طريق بندل الأحبابي تعود مرة أخرى النقلات مرة أخرى تعود لمصحة قلب الدفاع لقراءة المباراة ولمعرفة الثغرات وللبحث عن أي وسيلة للوصول هذه الكرة على الجهة اليسرى عن طريق تيغاني يحاول يحاول المحترف الأرجلتيني ولكن التدخل من جانب الدفاع تعود مرة أخرى عادت وما زالت الكرة بحوزة المنتخب الإماراتي تعود في المنتصف النقلات نعم المنتخب الإماراتي وبدخول قول هذه المباراة الاستعدادية نعم والذي لا تخفى عنها المتعة والإثارة شكرا جزيلا عباس الزرقاني نستقبل المعلق على حبيب بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدين الكرام في كل مكان في استاذ إزعابل في الأمارات الشقيقة شكرا على حسن الاستقبال والحفاوة اللقاء المباراة الودية الاستعدادية قبل تصفيات كأس العالم منتخبنا متصدر مجموحته ولكن التوقفات كورونا التي قللت بعض الشيء من نصف إمكانيات اللاعبين ولكن يأمل الاتحاد العراقي والمنتخب من أجل العمل في المباراة الودية والثبات للسيد كاتنيت على التشكيلات الرسمية كورا لمنتخب الإماراتي على اليسار انتظار حسن المنهالي كورا تعود الخلف من أجل تسحب الفريق الأخضر منتخب الوطني إلى مناطق الضغط ومن ثم المبادرة في الكرات العكسية كورا تنقل مرة أخرى بوسط الدفاع المنتخب الإماراتي يلعب بكرات مرة على اليمين مرة على الشمال من أجل السيطرة والاستحواذ والتحكم بسيطرة اللقاء لحد الآن الكورا في نقلة خامسة أو سادسة للمنتخب الإماراتي يأتي مهلا على مهل من أجل وصول لمرمى المنتخب العراق كورا وصلت لجلال حسن بأول ظهور مرة أخرى تعود لمنتخب الإمارات كورا لمسط المنهالي انتظار علي عدنان أو هذا أحمد إبراهيم القائد ونبارك له اليوم بالمباراة رقم 100 بفالينة المنتخب الوطني العراقي كورا بيوسم بلعا شكرا على حبيب انتظر مع زملائك وسننتظر قرار لجنة التحكيم لإعلان الفائزين ببرنامج المعلّب المعلّب